استجواب المانحين والإعلان عن حصيلة التبرعات يتزامن مع مهاجمة رئيس مجلس النواب الأمريكي لجو بايدن على خلفية بيانه بشأن حصانة ترامب إذ قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية القرار ينص على أن الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية لكن له الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية قضات المحكمة العليا الأمريكية اختلفوا فيما بينهم حول هذا القرار إذ أيده ستة قضاء في المحكمة العليا وعرضه ثلاثة آخرون قرار المحكمة العليا أصبح محل شد وجذب ليس فقط بين قضات المحكمة بل أيضا بين ديمقراطيين والجمهوريين وفي أول رد فعل له على القرار اعتبر ترامب أنه انتصار كبير للديمقراطية والدستور الأمريكية أما الرئيس جو بايدن فانتقد قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب ودعا الشعب الأمريكي إلى إصدار حكم على ترامب على أفعاله لنا استمع كل واحد مننا متساوين أمام القانون لا أحد لا أحد فوق القانون ولا حتى رئيس الولايات المتحدة ولكن مع قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية تغير الأمر بشكل جذري وعلى العموم ولجميع الأغراض العملية يكاد يكون من المؤكد أن قرار اليوم يعني أنه لا توجد أي حدود تقريبا لما يستطيع الرئيس أن يفعله وهذا مبدأ جديد يمثل سابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده رئيس النواب الأمريكي مايك جونسون اتهم بايدن بمحاولة تقويد المحكمة العليا ووصف بيان الرئيس الأمريكي بالجدير بالازدراء والخطير بحسب تعبيره